المسمار الأخير في نعش ما كان يعرف باتفاقية المدن الأربع كفريا والفوعة والزبداني ومضايا دقته ميليشيات أسد وإيران مع اتفاقية إخراج مسلحي البلدتين الشيعيتين في إدلب لم ينتظر سكان البلدتين وصول الحافلات كما هو مقرر إلى نقطة العيس جنوب حلب فشنوا هجوما على ما وصفوه خذلان روسيا والنظام لهم حيث كان يأمر مسلحي البلدتين بتقدم ميليشيات أسد نحوهم لا سيما بعد سيطرتها على منطقة شرقي سكة الحديد إلا أن نشر نقاط المراقبة التركية بموجب تفاهمات أستانا مع روسيا وإيران واكتفاء الأخيرة بالتقدم نحو منطقة العيس في حلب أوقف حلم الموالين في البلدتين ولم يستفيقوا إلا مع وصول حافلات الإخلاء مصادر ميدانية أفادت بأن غالبية سكان كفرية والفوعة غير راضين عن الاتفاق مضيفة أنهم خرجوا تحت الضغط الإيراني والتخويف من المصير في حال خروج الميليشيات المسلحة من البلدتين وليس عجيبا في ذلك كما يقول متابعون حيث استخدمت إيران ملف كفرية والفوعة كورقة تفاوضية تمكنها من المقايضة في بازار الفرز الجغرافي على طاولة التفاهمات الدولية أما النظام الذي كان يدعي حماية الأقليات فتبين كما يقول السوريون بأنه لا يحمي الأقليات بل يحتمي بهم